السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخطوط السعودية تكشف وضع الدول العشرين المحزورة مع عودة الرحلات الدولية ردت الخطوط السعودية عبر منصتها في موقع تويتر على أحد المواطنين الذي يتسائل عن أحد الدول الممنوع السفري إليها القدوم منها وهل سيتم رافع تعليق السفر إلى جميع الدول بما فيها المحزورة؟ وقالت الخطوط أهلاً ضيفون العزيز رفع تعليق جميع الرحلات الدولية ابتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين 17 مايو 2021 لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا يذكر أن وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن تعليق دخول الوافدين من 20 دولة أراضي المملكة في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا ويهزر لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ابتداء من الأربعة 3 فبراير الماضي والدول هي جمهورية الأرجنتين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إندونيسيا وأيرلندا والجمهورية الإيطالية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية البرازيلة الاتحادية والجمهورية البرتغالية والمملكة المتحدة وجمهورية تركيا وجمهورية جنوب أفراكيا ومملكة السويد والاتحاد السويسري وجمهورية فرنسا والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية وجمهورية الهند واليابان وشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الأربعة عشر يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة